اشتركوا في القناة نزل الفوقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا الذي له ملك السماوات والأرض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديرا واتخذوا من دونه آلهة لا يخلقون شيئا وهم يخلقون ولا يملكون لأنفسهم ضررا ولا نفعا ولا يملكون موتا ولا حياة ولا نشورا وقال الذين كفروا إن هذا ما إلا إفكن افتراه وأعانوا عليه قول آخر فقد جاءوا ظلما وزورا وقالوا أساطير الأولين اكتتبها فهية لا عليه بكرة وأصيلا قل أنزله الذي يعلم السر في السماوات والأرض إنه كان غفورا رحيما وقالوا ما لهذا الرسول يأكل الطعام وينشي في الأسواق لولا أنزل إليه ملك فيكون معه نذيرا أو يلقى إليه كنز أو تكون له جنة يأكل منها وقال لظالمون إن تتتبعون إلا رجلا مسحورا أوه كيف ضربونك الأمثال فظلوا فلا يستطيعون سبيلا تبارك الذي إن شاء جعل لك خيرا جعل لك خيرا من ذلك جنات تجري من تحتها الأنهار ويجعل لك قصورا بل كذبوا بالساعة وأعتدنا لمن كذب بالساعة سعيرا إذا رأتهم من مكان بعيد سمعونها تغيطا وزفيرا وإذا ألقوا منها مكانا ضيقا مقضرنين دعوه هناك كثورا لا تدعوا اليوم كثورا واحدا وادعوا كثورا كثيرا قل أذلك خير أم جنة الخلد التي وعد المتقون كانت لهم جزاء ومصيرا لهم فيها ما يشاءون خالدين كان على ربك وعدا مسؤولا ويوم يحشرهم وما يعبدون من دون الله فيقول أأنتم أغللتم عبادي هؤلاء أم هم ضلوا السبيل قالوا سبحانك ما كان ينبغي لنا أن نتخذ من دونك أن نتخذ من دونك من أولياء ولكن متعتهم وآباءهم حتى نشذوا الذكر وكانوا قوما بورا فقد كذبوكم بما تقولون فما تستطيعون صفا ولا أسرا ومن يظلم منكم نذقه عذابا كبيرا وما أرسلنا قبلك لنا المرسلين إلا إنهم ليأكلون الطعام ويمشون في الأسواق واجعلنا بعضهم لبعض فتنة أتصبرون وكان ربك بصيرا وقال الذين لا يرجون لقاءنا لا لولا أنزل علينا الملائكة أو نرى ربنا لقد استكبروا في أنفسهم وعتوا عتوا كبيرا يوم يرون الملائكة لا بشرى يومئذ للمجرمين ويقولون حجرا محجورا وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فاجعلناه هباء منذورا أصحاب الجنة يومئذ خير مستقررا وأحسن مقيلا ويوم تشقق السماء بالغمان ونزل الملائكة تنزيلا الملك يومئذ الحق للرحمن وكان يوما على الكافرين عسيرا ويوم يعرض الظالم على يديه ويوم يعرض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذ مع الرسول سبيلا يا ويلتا ليتني لن أتخذ فلانا خليلا لقد أغلني عن الذكر بعد إجاءني وكان الشيطان للإنسان خذولا وقال الرسول يا رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا وكذلك جعلنا لكل لنبي عدوا من المجرمين وكفى بربك هاديا ونصيرا وقال لذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدا كذلك ليثبت به فؤادك ورتلناه تغطيلا ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا الذين يحشرون على وجوههم إلى جهنم أولئك شر مكانا وأغل سبيلا ولقد آتينا موسى الكتاب وجعلنا معه أخاه هارون وزيرا فقلنا اذهبا إلى القوم الذين كذبوا بآياتنا فدمرناهم تديرا وقوما نحل لنا كذبوا برسل أغرقناهم وجعلناهم للناس آية وأعتدنا للظالمين عذابا أليما وعادا وثمود وأصحاب برسل وقرونا بين ذلك ككهرا وكلا ضربنا له الأنفال وكلا تبغنا تتبيرا ولقد أتوا على القرية التي أنطرت مطر السوء أفلن يكونوا يرونها بل كانوا لا يطجون نشورا وإذا رأوك إن يتخذونك إلا هزوا أهذا الذي بعث الله رسولا إن كاد ليضلنا عن آلهتنا لولا أن صبرنا عليها وسوف يعلمون حين يرون العذاب من أغل سبيلا أرأيت من اتخذ إلهه هواه أفأنت تكون عليه وكلا أن تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعطلون إنهم إلا كالأنعام بل هم أغل سبيلا ألم تر إلى ربك كيف مد الظل ولو شاء لجعلهم ساكنا ثم جعلنا الشمس علينا دليلا ثم قبضناه إلينا قبضا يسيرا وهو الذي جعل لهم الليل لباسا والنوم سباة وجعلنا النهار نشورا وهو الذي أرسل الرياح بشرا من بين يدي رحمته وأنزلنا من السماء ماء طورا لنحي به بلدة نيتا ونصيه مما خلقناها أنعاما وأناسي كثيرا ولقد صرفناه بينهم ليذذكروا فأبا أكثر الناس إلا كفورا ولو شئنا لبعثنا في كل قرية نثيرا فلا تطع الكافرين وجاهدهم به زهادا كبيرا وهو الذي مرج البحرين هذا عذب فرات وهذا من الحل أجاج وجعل بينهما برزخا وحجرا حجورا وهو الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسفا وصرا وكان ربك قديرا ويعبدون من دون الله ما لا ينفعهم ولا يضبهم وكان الكافر على ربه ظهيرا وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا قل ما أسألهم عليه من أجل إلا من شاء أن يتقذ إلى ربه سليلا وتوكل على الحي الذي لا يموت وسبح بحمده وكفى به بذنوب عباده خبيرا الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرض الرحمن فاسأل به خبيرا وإذا قيل له اسجدوا للرحمن قالوا وما الرحمن أنسجد لما تأمرنا وزادهم نفورا تبارك الذي جعل في السماء روجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما وَالَّذِينَ يَبِلْتُونَ لِرَبِهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَ اصْرِفْ عَنَّا عَذَابَ جَهَنَّمَ رَبَّنَ اصْرِفْ عَنَّا عَذَابَ جَهَنَّمَ إِنَّ عَذَابَهَا كَانَ غَرَامًا إِنَّهَا إِنَّهَا سَاءَتْ مُسْتَقَرًا وَمُقَامًا وَالَّذِينَ إِذَا أَنْفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهَا آخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَطِ وَلَا يَزْنُونَ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا يُضَاعَفْ لَهُ الْعَذَابُ يُضَاعَفْ لَهُ الْعَذَابُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَيَخْلُدْ فِيهِ مُهَانًا إِلَّا مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنًا وَكَادَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا وَمَنْ تَابَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَإِنَّهُ يَتُوبُ إِلَى اللَّهِ مَتَابًا وَالَّذِينَ لَا يَشْهَدُونَ الزُّهُرَ وَإِذَا مَرُوا بِلْنَهُ مَرُوا كِرَامًا وَالَّذِينَ إِذَا ذُذْكِرُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا هَبْلَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَاتِنَا رَبَّنَا هَبْلَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَاتِنَا قُرَّةَ أَعْنٍ وَجَعَلْنَا لِلْمُتَقِينَ إِمَامًا أُولَئِكَ يُجْزَوْنَ الْمُقْفَةَ بِمَا صَبَرًا وَيُلَقَّوْنَ فِيهَا تَحْيَّةً وَسَلَامًا خالدين فيها حسنت مستقرا ومقاما قُلْ مَا يَعْبَأُ بِكُمْ رَبِّي لَوْنَا دُعَاءُكُمْ فَقَدْ كَذَّبْتُمْ فَسَوْفَ يَكُونُ لِزَامًا